ترأس وزير الداخلية اللواء الركن براهيم حيدان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً للمجلس الأعلى للشرطة لمناقشة القضايا المستجدة أمام المجلس للعام الجاري 2023 وقر المجلس ترقية وتسوية أوضاع أكثر من 3287 وأكثر من 72 صف ضباط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في أعمال إرهابية مع الميليشيات الانقلابية وثمن المجلس الأعلى للشرطة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم للحكومة بالالتزام بانتظام مرتبات الأمن والجيش وموظفي الدولة